نعم هذا القرار اليوم وهذا التصريح الذي خرج به رئيس الحكومة يبشر به رجال ونساء التعليم بأن الأمر قد حل ويتمثل في أنهم سيحاولون أن يجمدوا هذا النظام الأساسي في إطار الحوار مع النقبة نقول لهم بشكل صارح بأن هذا الحوار ومخرجة هذا الحوار هي لا تعني رجال ونساء التعليم لا من قاربين ولا من بعيد لأن رجال التعليم ونساؤه لما خرجوا إلى ساحة النضال ولما استروا برامجهم النضالية إنما استرواها وفق قاعدة مطلبية أساسها وهو إسقاط هذا النظام الأساسي وليس تجويده وليس تجميده لأن التجميد ما يعني يعني يبقى روح النظام الأساسي يبقى الركائز الأساسية والأسس الكبرى لهذا النظام الأساسي ومحاولة تلميعه وتجويده من هنا وهناك حتى يستجيب لما يريدناه ونحن أعلنها بصراحة بأننا نريد السحب وليس التجويده وليس التجميد لأن هذا النظام الأساسي سيبقي على مهنة التدريس خارج الوظيفة العمومية أنا أتساءل في الوقت الذي يتحدث فيه رئيس الحكومة وتتحدث فيه النقابة عن الحوار في نفس الوقت نرى بأن هناك توقيفات لإخواننا في خنيفراس يعني الحلوء اللي تم التوقيف عن العمال وعن أجراته كذلك أستادتين مؤخرا بمدينة إسالة فعن أي نية نتحدث عن أي تجميد نتحدث عن أي إصلاح حقيقي نتحدث وما زالت كرامة الأستاد والأستادة هان مرة أخرى لذلك نقول لهم بشكل صارح في إطار التنسيقية الموحدة لهذه التدريس وأطور الدعم بالمغرب بأن هذا الحوار ومخرجاته فهي لا تعنينا لا من قاربين ولا من بعيد نحن سنواصل نيضالنا سنواصل تستير برامجنا النيضالية سنناضل حتى نسقط هذا النظام الأساسي نحن كرجال ونساء التعليم ما خرجنا من أجل تجميد النظام الأساسي وإنما خرجنا من أجل إسقاطه لأنه يهين كرامة الأستاد للأسف نحن الآن شهرين هذه الإضرابات والدولة ما زالت تنهج سياسات الهرب إلى الأمام ما زالت تناور وما زالت تراوغ من أجل كسر نضالاتنا فأقول لها بأنها لم تفهم الدرس جيدا فهذه الحناجر الأبية وهذه السواعد الأبية وهذه الجموع الأستادية إنما خرجت من أجل أن تعيد كرامتها من أجل أن تسقط النظام الأساسي فإذا كان هناك أي حوار حقيقي فيجب أن تطرق الباب حقيقة وأن تأتي من الباب الحقيقي كما قال الشاعر أوردها سعد وما أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد الإبل يا سعد ما هكذا تورد الإبل يا حكومة إذا أردت حوارا حقيقي يعيد الأساتذة إلى حجورة الدرس فعليك أن تجلسي مع من يمتلهم حقيقة على مستوى الميدان وليس على مستوى الدكاكين يجب أن تجلسي مع هذه الجموع الأستادية التي خرجت في مسيرات حاجتة يجب أن تقرأ نصب الإضراب على مستوى المملكة التي فاقت أكثر من 90% للأسف الدولة لم تقرأ بعض الرسائل جيدا حاولت أن تهدد مارست العنف في المسيرات القمع في المسيرات التوقيفات للأساتذة في خنيفرة في سالة القمع في المحمدية في توريرت في قلميم عفوا عفوا في العيون في مختلف ربوع المملكة والآن تدعونا إلى الحوار عن أي حوار نتحدث عن أي تجميد نتحدث الأساتذة لا يريدون تجميد أيتها الحكومة الأساتذة يريدون إلغاء وإسقاط وسحب هذا النظام الأساسي كشرط أساس من الشروط التي وضعناها لكي نعود إلى حجورة درسنا وإلا فنحن مستمرون في النضال ولن نعود حتى تحقيق مطالب اللي نتخرجنا من أجلها لأن مخرجات هذا الحوار مع النقابة اليوم فهو بطبيعة الحال لم يرقى إلى تطلعت شغلة تعليمية بل زاد الطين بلة وكما يقال عذرون أقبح من زلة كما يقول المثال جثبت كحلها ويتعميها للأسف ما زالت الدولة لم استوعب مرة أخرى الدرس فعليها أن تتعقل وأن تعود إلى من يمتل حقيقة القواعد الأستاذية أنا أتعجب كيف أن هذه النقابة ما دعت إلى الإضراب النقابة ما دعتش للإضراب فكيف تحاول بأي صفة تحاول هذه النقابة الآن أسقطت عليها هذه الشرعية من طرف الأستاذية فعليها أن تتعقل وأن تلتزم حدها وبالتالي هذه المخرجات فأي لا تلزمنا وإلا فأي تلزموا هذه النقابات أما الشغلة التعليمية فهي ستعلن في المسيرات التي ستخرج بها يوم الأربعة صوتها الحقيقي وهو رفض هذا النظام الأساسي شكرا للمشاهدة